مرحبا بكم من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وننتظر منكم اعجابا وتعليقا لتشجيعنا واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ليستفيد كل من تعرفون هيا بنا الى الحلقة الجديدة بعد المقدمة اشتركوا في القناة سأقتلك حسن يا حسن ماذا تريدين يا زينب ماذا تفعل ألا ترين أني ألعب ما هذه اللعبة انظري لوحدك وستعرفين يا إلهي أنت تحمل سلاحا وتقتل نعم لن يهرب أحد مني حسن أنت تقتل بدون رحمة يا إلهي أنت أيضا هذا مخيف ألا تخاف من القتل لا أنا قويا اوه نسيت أن أقول لك بابا يريدك نعم ليس الآن ليس الآن طلب مني أن أخبرك اذهب الآن سآتي فيما بعد حسن يجب أن تذهب فورا زينب يكفي سأنتهي وآتي حسن يكفي يجب أن أنتهي من هذه المرحلة حسن تعال إلي يا حسن أين أنت يا إلهي أبي يناديني حسن ألم تخبرك زينب أني أريدك بلى يا أبي ولكن ولكن ماذا يا بني كنت مجغولا باللعبة يا أبي باللعبة وهل هي أهم شيء عندك لا لكن كنت مستمتعا تفضل اجلس يا حسن شكرا يا أبي قل للآن يا حسن هل أنهيت صلواتك وواجباتك المنزلية والمدرسية نعم كنت ببعضها وأجلت بعضها أيها أكثر أهمية صلواتك وواجباتك أم اللعبة نعم يا أبي الواجبات أهم لكني سأقوم بها بعد قليل لا يا بني قم بكل واجباتك أولا ثم فكر باللعب وممارسة الهوايات فالواجبات والفروض تنجيك في الدنيا والآخرة حقوق الله ثم حقوق النفس والناس نعم يا أبي فهمت لكن هل اللعب حرام؟ ليس حراما أن تنمي مهاراتك لكن الحرام أن يكون اللعب هو أساس حياتك الحرام أن تقضي كل وقتك في اللعب أين العبادة؟ أين الذكر؟ أين العلم؟ أين القراءة؟ أين تنمية الذات وتطويرها يا بني؟ أنت على حق يا أبي وماذا كنت تلعب؟ كنت ألعب لعبة قتال أها وهل كنت تقتل الناس فيها؟ نعم يا أبي وهل كنت سعيدا بذلك؟ أم لا أعرف يا أبي ما الفائدة من قيامك بالقتل في اللعبة؟ كلما قتلت أكثر ربحت أكثر اسمع يا بني ألعاب القتل وضعها أعداؤنا لغايات عدة أولا إلهاء الأولاد عن دراستهم وعلمهم ثانيا تعليم أطفالنا العنف والقتل وإلغاء الرحمة من قلبهم رويدا رويدا أنت الآن تستمتع بالقتل بحجة أنها لعبة لكنك رويدا رويدا تصبح عنيفا ومشتة الذهن ويصبح الضرب والقتل عندك أمر هيا حقا يا أبي؟ نعم نعم لقد لاحظت أنك تصرخ في وجه أختك كثيرا وأخشى أن تضربها في يوم من الأيام أنا آسف يا أبي وما الأهداف الأخرى؟ ومن الأهداف أيضا يا بني أن يصاب أولادنا بأمراض نفسية وأن يصبحوا متهورين وأن يتركوا العلم وتنتشر الفوضى ويصبح مجتمعنا غير قادر على النهوض في المستقبل وماذا سألعب إذن يا أبي؟ يا بني إن هدف الألعاب تنمية المهارات فهناك ألعاب تنشط العقل وتقوي الذاكرة وهناك هوايات مفيدة أيضا كالشطرنج والرياضة والمطالعة فلتكن فائدة اللعبة عامة لكل ذهنك وعقلك وجسمك وما الألعاب الغطرة التي يجب أن أتجنبها؟ إن تجنبت كل الألعاب أفضل يا بني فاجعل وقتك للعلم والقرآن فهما ذخرك في الدنيا والآخرة وإن كنت مصرا على الألعاب فابتعد عن ألعاب القط المشهورة وإن أخطر لعبة سمعت عنها الآن وانتشرت كثيرا هي لعبة البوبجي التي أخذت عقول الشباب والأولاد فأضاعوا وقتهم فيها وتغيرت أخلاقهم وأولوياتهم كما أنها تعلم الأطفال والشباب أن يقتلوا غيرهم من أجل الفوز بالحياة وهو مبدأ ليس من أخلاقنا ولا من مباذي عقيدتنا فديننا يعلمنا أن نساعد بعضنا البعض لنعيش مع بعضنا سويا حسن يا أبي سأعمل برصيحتك تعلم يا بني ليس كل ما اشتهر يجب أن نفعله بل يجب أن نضعه في ميزان العقل ولا يجب أن نقلد الناس في كل ما يفعلون بل يجب أن نكون قدوة صالحة لهم بأخلاقنا وأعمالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر